طول عمرنا بنسمع في القانون عن تهمة اسمها تهمة التحريد يعني ممكن حد يعمل جريمة نكتشف ان في ورا حد هو اللي صلطه عشان ينتئم بنيابة عنه ينفذ يعني بس حكاية وفق بطل القصة حقيقة النهاردة قدمت لنا التحريد من نوع تاني يعني واحدة اتخطبت لواحد بعد فترة سحبه بعد قررت أمها ان يتحرض يعني السحرة والدجالين عشان يعملوا عمل لخطيب بنتها ومراته الجديدة فيخليهم ايه يسيبوا بعض فيش حامل بيكمل اه ده على حسب كلام وفاء بس النقطة دي هتفضل طول الوقت محل جدل وخلاف ده كترة نفسيين بينهم فيش الكلام ده اهموا خرافات ومن فيش الكلام ده مش قلوش اي اساس علمي طب يتها يقلك وناس تانية بتصدق انه في السحر والاعمال وبتؤمن بقدرتهم انه في ناس يعني قدر على انها تأذي الناس كذا شكل وكذا طريقة بالمناسبة مش الناس البسيطة بس او في احياء بسيطة او عايشين عايشة بسيطة لا عايز اقولكم ان في ناس كمان من كل طبقات المجتمع بتصدق في الموضوع ده وتحديكم ومنهم اللي يقول قدامكم كلام فارغ خيري تقولوا ده مصحش كده بس بينه وبين اهله وصحابه لأت لقعد انا انا هروح لشيخ انا شك ان حد عامل لي عمل لا اصلا انا حاس لا لا مش طبعية اليوم دي بقيت بخاف بزيادة مفيش حاجة بتكمال لي او ان في اسباب روحانية تعباهم في حياتهم بحس ان في حد ماشي ورايا شوف تحدي في الظلمة عشان كده عايز اقولك ان انا متعاطفة معك جدا متفاهمة جدا اللي بتموري بيه بغض النظر عن قناعاتي شخصية واي بنت او اي ست تيقلي عارف يعني ان تحمل ست مرات وتسقط مع ان انا زي ما بيقولوا ما جربتش انه احمل او اجرب غلوة الضانة بس بتبقى خيبة امل انه اهرى لما نزود بقى على كل ده كلام بقى عمالية قلبة قدام واحدة مصدومة موجوعة كل شوية بتسقط وعندها مشكلة في الحمل اجي اقول لها بقولك ايه ام خطيبة جوزك عملة عمل وست بتاعت اعمال وبتاعة لا خلي بالك خلي بالك طب لو انت عندك حل قوليلي لكن جاية تسمعيني كلمتين وتمشي لا ساعتها باب انا فعلا بأزيها نفسيا لانه واجعها وصدمتها هيخلوها تصدق اي حاجة تتقلق هيخلوها ان ايه عن دايق حق انه انا اكيد ما عمقولي طب بقولك ايه وفاق ما عمقولك او لا طب ليه قررتي ان ايه شو تروح لده كاترة تاني طب ما هو لازم نعمل اتنين مع بعض بس في نفس الوقت قلت انا عندي امل انه حد يعلجني بالقرآن شو معنى طب وليعلك بالطيب ما جاش في دماغك انه طب انت روحت لي الشيوخ كتير جدا حد فيهم نفعك حد فيهم معالجك طب ما هو معالجوش المشكل شو معنى قلنا لا انا بقولكوا ايه انا الشيوخ اروح لهم لكن مش اروح لده كاترة حاجة برطو تخليك انه ايه تستاهلي انه لأ يعني تستاهلي انتوا اتفكري تستاهلي انك تاخدي من وقتك وتفكيرك ومجودك بقولك ايه الحمل والخلفة بالذات ممكن نقول فيها قصص انا عرف ناس كتير جدا متجاوزة ومفيش عندهم اي اي عيوب طبية او اي موانع راحوا لده كاترة كتير جدا وبرضه مفيش فايد درجة انهم يعودوا بالسنين وما مش فاهمين في ايه فجأة يحصل حامل حامل فجأة انا شفتها قدامي من حد من صحابي تسع سنين وحقن ويفشل ويه 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 ولا قلت بقى معمولي حاجة ولا ولا فجأة بعد تسع سنين ايه حامل محدش كم صدق مع انك تخلفت برضو في الاول واستنت كل ده مع يعني واحدة تخلفت في الاول شخص تخلفت تاني طب في ناس تانية يا راب بتبقى ما بتخلفش اصلا والعلمة والطب والشيوخ بيقولهم بقولكم مفيش امل مش هتخلفهم وفجأة يحصل حمل ويكمل للاخر ويجي بايبي واللي يسيب مراته عشان ما بتخلفش وتتطلق وتروح تتجوز وفجأة بتخلف من واحد تاني قصص ملهاش اول من اخر وسمعناها ومهما عملنا عمرنا ما هيبقى عندنا من العلم الا قليل عارفة ليه عشان الخلفة رزق مفيش حيلة في الرزق لازم نسعى وناخد بالاسباب بس النتيجة النهائية بيد ربنا سبحانه وتعالى فيش مخلوق فيش مخلوق على الارض هيقدر يضمن رزقه او يتحكم فيه الا بالدعاء عشان ربنا يغير قدره اجمل حاجة انك تسعي ما تسيب البيع على ربنا ارضي باللي يجيبه ايا كان رضيتي مرضيطيش مش هتاخذي اللي ربنا كاتبه لك بس وانتي راضية مش تبيتعبانا وانتي مش راضية تتعب يجريل وحوش وغير رزقك لان تحوش مش هتاخذي حاجة فلو كانت الستة دي ايا كانت هي مين كويسة مش كويسة عمل عمل مش عمل عمل فيش حد بييده ان هو يضرنا الا اللي كتبه ربنا علينا وان السحر مذكور في القرآن ولو مين هيقولك لأ وربنا بيقول فيه ان هو بس اللي بييده اذن النفع والضر ما تخفيش من اما او من عبد زي وزيك ودايما انا انا كنت بسمع دعاء حلو او يقولولك انه يا رب انت ازنت لناس ان هما يتعلموا السحر او يحاولوا ان هما يفرقوا فعلا بين ست وجزهة بين عيلة بين بين شغل انه يعطلون او 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 يا رب لا تأذن ليهم بإذن الضر دايما طول ما انت قعدة واجه عنا من بين ايديهم سدن ومن خلفهم سدن فاخشيناهم فهم لا يبصرون لو ما اجعل كيدهم في نحرهم ده على طول طول ما انت قعدة يا رب اللي بيعمل حاجة او فكر يعملي حاجة تتقلب عليه اضعاف اضعاف اللي عملوا يا الله هو ده العادل تفكريش في حاجة عارفة طول ما انت بتفكري بتعمليه في نفسك كده وكده وكد بقولك وتقعي بقى مصيضة للشيوخ بتعمل والشيوخ تقولك اصلهاتي بخور اصلهاتي معرفش ايه اصلقري ايه حصني نفسك لو حاسة انك عايزة طلعي تعملي عمرة طلعي اعملي عمرة لو حاسة ان انت عايزة تقيمي الليلة اعملي كده لو حاسة انك عايزة تعملي ورد معين عشان ربنا يديها لك اديها لك عايزة قولك انه في ناس بسيطة مشان اهو متجاوزة بقالي تسع او عشر شهور فكرت رزي كده موعدش اقولك طب ما هو الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب اقول الحمد لله يا رب انا وفيش وانا مشكلة ولا في حاجة وصيبها عليك الرزق على ربنا الرزق ده بتاع ربنا عايزة لك الناس ببسيطة تمشي تقولك انه ادعي ادعي ادعيها بيدوك ادعيها معينة وتقوليها وتعملي ورد وتعري قرآن سبيها على الله إلا عندي 35 سنة ولي 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 وانت يا بنتي واسمعتش عن العلم يا حبيبتي لو خايفة روح يعملي حاجة اسمها تجميد بغيضات لكن تبي قاعدة خايفة متوترة شعرك بيقع هتحملي ازاي أساسا يعني الديني سبب واحد فين البيئة النفسية الكويسة انت ممكن تحملي فيها مش حاجة اسمها 35 أصلي كبرت خصوبة المرأة مش متعلقة بسنها عشت بيعرفة مش يعني تختلف من 6 ل 6 لو انت خايفة عملي تجميد بغيضات مش حاجة اسمها كده وفي ستات بتبقى في الاربعينات وخمسينات وبتخلف ويتفكري كده طب خلفتي ضمن بكرة ربي ضمن يجبر وتشوفي بيروح الجامعة الرزق على ربنا سيبيها سلميها لله يعملوا اللي يعملوه وما هم بدارينا به من أحد إلا بإذن الله باي باي